نتكلم أيضاً أن الحادثة جات مش فكرة يوم ملد النبوي أنا للحادث ليس ألاقي علاقة بالدين يعني هو مستهد في أي تجمع مصري يطلع في جامعة يطلع في كنيسة يطلع في ماتش كورة زي مبارح في تركيا لا هو ما فيهاش النهاردة مسيحيين ومسلمين عشان كده أنا مش عايزة نجرر القصة دي بس خلينا نتكلم في المقابل جاية بعد صدور حكم المحكمة النقد حكم نهائي بإعدام عدل حبارة هل يتم فعلاً الدولة تبعث رسالة للإرهاب ويتم تنفيذ حكم الإعدام في عدل حبارة بكرة أو بعده رسالة أن الدولة قوية مش هتتهز ما الدولة لازم يبقى لها ردود أفعال ده جزء بس ده جزء سياسي عند الدولة خلينا أيضاً نتكلم ونصير قضية لماذا لا يتم إحالة كفة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكري القضاء العسكري أن أنت بتحكم فيه بشكل سريع وناجز وعادل أيضاً لكن القضاء المدني عكس القضاء العسكري الأمور بتاخد وقت طويل جداً لكن إيه الحل؟ دي حاجات لازم تقعد عليها أجهزة الدولة النهاردة الحادث ألقى بحزنه داخل كل بيت مصري النهاردة كل بيت مصري النهاردة حزين المصريين حزانة النهاردة بسبب الشهداء اللي سقطوا أمس الأول واليوم النهاردة ترجمة نانسي قنقر